نادي الزمالك والاخبار اللي جاية من تدريبات نادي الزمالك الحقيقة يعني يعني صعبة شوية يعني فيه الدوليين الوينش وزيد زيزو ومحمود علاء وابو جبل انتظموا في تدريبات الزمالك ولكن كانوا بتوناك تدريبات استشفائية فقط فيه اجهاد خلي بالكم فيه اجهاد للوينش وفيه اجهاد فيه برضو اجهاد لابو جبل او شعر بشد في تدريبات العضل الخلفية محمود علاء عمل تدريبات استشفائية برضو وان شاء الله بإذن الله نادي الزمالك يبقى على هبة الاستعداد في المباراة القادمة مباراة حتحدد شكل المرحلة القادمة في الدولي بشكل كبير هي مش هتحسم الدول بس ما حدش ايه يفكر لا مش هتحسم لن تحسم الدول ولكن هتحدد الى حد كبير السياسة او الدور العام رايح لفين الفترة القادمة فتمنى ان شاء الله بإذن الله بيضاء ليلة بيضاء ان شاء الله بخطين حمر بإذن الله فريرة كان بيطمن على الوينش وزيزو في التدريبات وزيزو والوينش قلت حضراتكم قدوا تدريبات تأهلية وفنية برضو مع زملائهم بشكل طبيعي وكانوا حصلوا على راحة سلبية مبارح وما اتمرنوش مع الفريق ووسامة نبيه ايضا حرس هو فريرة ان هم يكتموا مع زيزو الوينش عشان يشوفوا حالتهم الفنية او حالتهم الطبية ايه طبعا بعد ما اتعرضوا على الدكتور محمد اسامة وبقية الجهاز الطبي المغربي محمد قناج برضو شارك في التدريبات الجامعية النهاردة النادي الزمالك وانتهى من البرنامج التأهلي اللي كان محتوط له خلال الفترة الماضية بسبب الاصابة كانت عاور في مطش المصرية الصلاة والجهاز الطبي عمل له اختبار النهاردة وتأكد من ان هو جاهز ان شاء الله في مشاركة في المبارات القادمة فاتوح طبعا بعد الاصابة وبعد الكورونا هو وابو جبل كانوا بتمرنوا في الجيم النهاردة قلتوا حدقوا ان ابو جبل كان حاسس ببعض الشد في عضلة ضمة فاتمرن في الصالة الجامانيزيا من خاصة بفريل اول النهاردة مع فاتوح اللي طبعا لن يتواجد فترة قادمة او على الاقل في مطش القادم لانه بيعاني من بعض الكادمات والاصابات وبطلب طبعا هو مجهد جدا وطبعا قاعد فترة طويلة جدا جدا في الحجر لما جات له كورونا التعليمات طبعا ضم حضراتكم يا اسامة نبيه مع فريرا وعبد الشافي طبعا ورحمد عبقصود دائما ابدا الراجل بياخد اللعيب على جنب كل اللعيب بيشوف بيطمن عليه يقول له مثلا انا هلعبك في الحتة الفرينية حاجات دي بتحصل يعني وارج جدا جدا ممكن بيقول له هنعمل كذا كذا تدريب النهاردة هيبقى يعب شافي لك انت مثلا بالذات حاجات دي كلها طبعا بتبقى حوارات جانبية ما بين الجهاز الفني واللعبية محمد عبدالغاني كان برضو عنده اصابة خفيفة في انكر رجله اتعرض ليها في التدريبات وخاض محمد عبدالغاني فترة علاج كده تأهيلي مع تدريب تأهيلي النهاردة مع دكتور محمد اسامة واكيد طبعا محمد اسامة اشرب بنفسه على هذه التدريبات علشان اتطمن على محمد عبغاني بعد الاصابة بالتواء في الكاحل وان شاء الله يكون خفيفة عبغاني ما عندناش عبغاني الله يهديك انت ومحمود علاء والونش ربنا يكرمكم ان شاء الله بإذن الله ويبارك فيه المجموعة الناشئين اللي مجونة سواء محمد طارق او حسام عبد المجيد الجهاز الفني بيخصص فقرة تأهلية لأوباما قدام حضراتكوا الصورة ايه اوباما بيتمرن تدريبات تأهلية مع الراجل المدرب الاحمال علشان تأهيل على هامش تدريب النهاردة في حاجات معينة بيبقى الراجل اللي هو قاعدة وبزرق ده لمسها في اللعيبة جن بروقه هو اعمال يغش منه وتدريبات تأهلية دي لأوباما عشان يظهر بالمظهر الكويس ان شاء الله بإذن الله في مباراة يوم الاحد اوباما جماعة لعيب كويس ومحمود علاء لعيب كويس والله العظيم والونش لعيبة كويسين لعيبة دي يا جماعة لعيبة كويسة جدا دول اللي جابوا بطولات الكونفدرالية والدوري وابسطونا ما هو لازم اللعيب يطلع وينزل ليه هو محدش في الدنيا ابدا في العالم بيفضل ثابت ميسي ميسي ده اللي بلعب في الوقتي في باريس سان جرما هو ميسي اللي كان بلعب في برشلونة من سنتين ده ميسي بقى مش هتكلم بقى على لا ده ميسي استحال يكون هو لا يمكن ده كان بلعب في برشلونة لواحده بلعب ريام مديد وفي لكلها لواحده النهاردة المستوى قال طبيعي مع استقدم السن مع الاصابات مع الاجهاد مع 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 حاجات كتيرة جدا جدا يعني اه فاوباما النهاردة زي ما عرضنا الصورة قدام حضراتكم كان هناك تدريبات الشيشفية له وتأهلية لبعض او خاصة ببعض الامور الفنية مع البدنية ايضا ترجمة نانسي قنقر موسيقى